أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة وما تخللته من مواصلة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لساحة المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية فضلا عن استمرار وطيرة عمليات استهداف المواطنين الفلسطينيين هذا وقد أكدت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة تجنب التصعيد وبشكل فوري خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد المسيحية واليهودية مع عدم الانزلاق إلى دوائر من العنف التي تحول دون تحقيق الاستقرار المنشود وتكرس لمناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى مزيد من التصعيد المتبادل هذا وشددت الخارجية على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين وكذا وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وسائر المقدسات الدينية وهوية مدينة القدس الشرقية